بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم النهاردة هنعمل صنية تورلي باللحمة في الفرن الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم نشوف المقادير بتاعتنا معانا البهارات فلفل اسود وكمون وبابريكا وحبهان وورق لورة وبهارات فراخ ومعانا توم مفروم عادي وبصلة متقطعة تقطيع ناعم وفيه بصلة تانية متقطعة كبيرة شوية وطمط ماية متقطعة وفيه عصير طماطم وطبعا معانا اللحمة كله اللحمة مخصول ومتصف كويس من الماء اما الخضار بتاعنا بقى فالمفروض يبقى مش اقل من خمس انواع من الخضار عانا جزر وفيه معلقتين صلصة ده حسب الرغبة طبعا انا بحطها عشان الطماطم مش حمر قوي فبحط المعلقتين الصلصة عشان يخلوا اللون احسن شوية فيه معانا حال لحطين فيها معلقتين زيت لما يسخنوا شوية بننزل عليهم باللحمة ونشوحها شوية ونسيبها شوية في الزيت وبعد كده بنحط لها البهارات الفلفل الاسود والبابريكا والورق اللورة والحبهان وبنقلبهم فيها كويس ونسيبها شوية تاخد من التوابل كده طبعا الاكلة دي طبعا مفيدة جدا لان فيها انواع كتيرة من الخضار طبعا لو فيه كمان بتنجان بنقطعها قطع صغيرة كده مكعبات وبنشوحها وبنحطها مع المكونات دي كمان ممكن بدل اللحمة تبقى قطع فراخ عادي برضو بتتعمل بنفس الطريقة بس يعني بنتبدل اللحمة بالفراخ بننزل عليهم بقى على اللحمة دي بالبصل والطماطم المتقطع ونسيبها مع بعضها بقى شوية عشر دقايق ولا حاجة نسيب اللحمة بقى كده متعلقة شوية ونروح نجيب طاصة ونحط فيها معلقتين زيت ولما يسخن شوية الزيت بنجيب البصلة المتقطعة وبنحطها فيه احنا عاوزينها بس تدبل شوية مش عاوزين البصلة تسفر ولا تاخد اللون الغامق يعني احنا عاوزينها بس تدبل شوية بعد ما البصلة تتبل شوية كده بنجيب التوم وبنحطه عليها وبنقلبهم تقلبتين في بعض كده وبعد كده احنا عندنا قرن فلفل حامي متقطع بنحطه عليهم وبنقلبهم مع بعض طبعا الصلصة بنحطها في الخليط ده وبنقلب الصلصة شوية على اساس ان احنا هنتخلص من مواد الحفزة بتاعتي بنسيبها شوية كده على النار تتخلص من مواد الحفزة وبعد كده بنضيف عصير الطماط وبنسيبها لغاية لما تتقل شوية وبنزود اللحمة طبعا بنزودها مية بقى عشان المفروض تستوي تلت تربع تسوية يعني ما تبقاش تسوية كاملة ولا تبقى نص سوية لا تلت تربع تسوية لان الخضار والحاجات دي ما بتاخدش سوى كتير فبعد كده بنشوف الطماطم لانها تقلت معانا بنضيفها بقى على اللحمة ونسيبها لغاية لما خلاص تبقى تقرر تستوي بعد كده حطينا البهارات بتاعتنا اللي هي الكمون وبهارات الفراخ بنبدأ نضيف الخضار على حسب اللي بياخد تسوية اكتر يعني الجزر شوية بيحتاج تسوية اكتر فبنحطه الاول بعد كده بنحط الفاصولية طبعا بنسيب كل يعني كل ما نضيف نوع من الخضار بنسيبه شوية يعني تلت اربع دقايق كده بعد كده ضيفنا الفاصولية وبعدين هنضيف بعدها البسلة برضو بعد ما سيبناها شوية اللي بعد البسلة المفروض تبقى الكوسة البطاطس المفروض تبقى هي اخر حاجة معانا لان البطاطس ما بتاخدش سوى كتير والخضار ده كله الحاجات دي احنا مش عاوزينها تستوي سوية كامل يعني لا المفروض تبقى شوية مش مستوية قوي عشان الخضار لما بيبقى مستوي قوي بقى طعمه مش حالو بعد كده ما خلاص بقت السوى اللي احنا محتاجينه بنحطها في صينية كبيرة يعني عشان هندخلها الفرن اذا هي لسه مش الخضار ما استواش قوي بتحطها في الفرن بتولع من تحت اذا الخضار استوى بتولع من فوق بس بتاخد اللون وده شكلها النهائي بعد ما خلصت وطعمها جميل جدا واللحمة مستوية والخضار التسوية اللي احنا محتاجينها وبصراحة طعمها جميل وهتعجبكم وبالهنة والشيفة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة